سوبرو هو اسم طاولة غير أنها لا تشبه الطاولات التقليدية التي عاهدناها صممت لتلائم نمط حياة رقمي وعصر التكنولوجيا فهي تحوي على ميزات تجعلها أكثر من طاولة نتعرف عليها سويا في هذا التقرير إن كنت من الأشخاص الذين يعيشون نمط حياة مرتبط بالتكنولوجيا في كل أوقاتك فطاولة سوبرو قد تكون أحد المنتجات المثيرة لاهتمامك الطاولة سممت لتلائم نمط حياة رقمي وعصر التكنولوجيا فهي تضم مبرد للمشروبات ومكبر صوت بلوتوت إضافة إلى منافذ لجحن الهواتف كما تحتوي الطاولة أيضا على أضواء الأودي ولوحة تحكم تعمل بالنمس وتمكنك طاولة سوبرو من شحن هاتفك الذكي أو حاسوبك اللوحي أثناء مشاهدة فيلمك المفضل على التلفاز دون الاضطرار إلى الانتقال إلى مكان أخر مع الاستمتاع بجو ساحب بفضل أضواء الأودي الصادرة منها أو تشغيل بعض المقطوعات الموسيقية والاستماع لها من مكبرات الصوت الخاصة بالطاولة مما يوفر لك جوا يشبه ذلك المتوفر في قاعة السينما وبفضل الضرج الذي يوجد بها يمكنك الآن المحافظة على برودة مشروباتك مما من شأنه أن يمكنك من الاستمتاع بألعاب الفيديو دون الحاجة للذهاب إلى المطبخ لجلب المشروبات ويرفع عنك حالج ترك ذيوفك لوحدهم هذا ويشار إلى أن طاولة سوبرو متوفر حاليا كمشروع عبر منصة أنتي جوجو للتنبول الجماعي ويمكن للمستخدمين طلب نسخة منها مقابل 650 دولار أمريكي أو الاختيار من ضمن الباقات المتوفرة داخل المشروع مع العلم أن المشروع استطاع أن يجمع تمويلا يزيد عن 800 ألف دولار أمريكي حتى الآن في حيث تستمر حملة التمويل إلى مطلع شهر ماي المقبل على أن يبدأ شحن المنتج للزبائن شهر سبتمبر ننتقل وإياكم مشاهدين الآن إلى فقرة تست إن كنت صحفيا موسيقيا أو من هوات استخدام تطبيقات الهواتف الذكية وتسجيل مقاطع الفيديو وتبحث عن ميكروفون بمواصفات تسجيل عالية نقدم لك في فقرة تست لهذا الأسبوع جهاز ميكروفون لوليد ديتخوا الجديد والذي سيوفر لك هذه المواصفات إن كنت ممن يبحثون عن ميكروفون عالي الجودة لتسجيل مقاطع الفيديو أو مذكرتك الصوتية أو حتى الموسيقى ننصحك بميكروفون لولي ثلاثي الأبعاد الجديد الذي تم إنشاؤه بواسطة شركة لولي الناشئة والكائن مقرها في لوس أنجلس الأمريكية الهاتف هو أول جهاز تسجيل ثلاثي الأبعاد محمول في العالم بالنسبة للهواتف الذكية والذي بشأنه أن يسعد مستخدمي الهواتف الذكية فهو يتح لهم خوذة تجارب صوتية مذهشة ومميزة سواء عبر هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية التي تعمل بنظام تشغيل لأبل آيو اس مما سيمكنك من تسجيل صوت رائع في أي زمان أو أي مكان لولي سهل الاستخدام إذ تم تجهيزه بنظام تسجيل متكامل 3D لذا لن يجد على الأغلب عازف الموسيقى وهوات التسجيلات أفضل وأسهل من توصيل هذا الميكروفون بجهازهم الذكي وبدء الاستمتاع بتسجيل صوت نقي وواضح وهو مفيد أيضا لمحترفي تصوير الفيديوهات وبذها على موقع اليوتيوب إذ يعطي جودة صوت عالية الدقة بتردد 44.1 كيلو هيرتز كما أنه مثالي لالتقاط العروض الحية المدونات والبودكاستينج والأحداث إضافة إلى أنه يمكنك استخدامه مع تطبيقات آيو اس الموجودة في هاتفك كالفيسبوك، الأستغرام، وسناب شات ويقوم لولي بتسجيل الصوت في وضعية مينو وستيريو لتلبية جميع احتياجات التسجيل الخاصة كما أن الميكروفون ملحق بتطبيق ذكي من شأنه أن يجعل ميكا مهندسا للصوت محترفا إذ يمكنك التحكم في دقة الصوت وكذا تنظيم جميع الملفات الصوتية وإضافة المؤثرات كذلك بكل سهولة الجهاز متوفر بعدة ألوان تشمل كل من الذهبي والأسود والفضي إضافة إلى اللون الوردي والأزرق هذا وأطلقت مؤخرا حملة لتمويل ميكروفون لولي على موقع التمويل الجماعي أنتي جوكو ومن مقرر في حال نجاح هذه الحملة تقديمه إلى داعبي بحلول شهر ماي المقبل وهذا بسعر تنفسي يقدر بـ 45 دولار فقط نصل وإياكم مشاهدين الآن إلى فقرة توب كيك في فقرة توب كيك لعدد اليوم سنتعرف على أحد أشهر وأبرز العقول الجزائرية المهاجرة إلى أمريكا سبق له أن نجح في اختراع أسرع روبوت في العالم بإمكانه كتابة 1300 سطر في الثانية فضلا على جهاز سكانير للشركة العالمية سامسونج ليصبح أكبر مختص في عالم الروبوتيك والهندسة الميكانيكية إنه البروفيسور يوسف كامال تومي نتعرف عليه في هذه الورقة البروفيسور كامال يوسف تومي من أكبر علماء الهندسة الميكانيكية في العالم ومن أبناء الجزائر البررة ذك الذي يحمل متلازمة الكفاءة والبساطة أولد بقصر البخاري بولاية المدية سنة 54 تسعمائة وألف تربى يتيم الأب نشأ البروفيسور كامال تومي وزاول دراسته بمسقط رأسه المفارقة العجيبة أن كامال تومي كان يكره الذهاب إلى المدرسة ليتعلم كغيره من الأطفال لكنه كان يخلو إلى زاوية من سطح بيتهم مصمما وصانعا لبعض الآلات الميكانيكية وما تبقى من الوقت يقضيه مع ميكانيكي الحي يفكك ويركب المحركات من شدة الأنوار وبطبيعة الحال كان يلقى اللوم من أمه التي كانت تمتعض من رؤيتهم متسخا ومهملا لدراسته وواجباته المنزلية مرة على مرة يعني تجيب الله في النهاية لما تكونش كما أخوك تقرأ كما أخوك وتكون في مقام أخوك يعني فهذا الشيء يعني اللي كان لازم الحاج أخي الحمد لله يعني أحمد الله يعني هو أميلي ربانا في الحق كل بحدي وهو كان يعني لما الوالد قتل كان هو في عمره حوالي 12 سنة من بين أسرار تثوق البروفيسور كامال تومي حرص أمه عليه التي كانت تخذه على التمسك بدينه يعني متعلق بالقرآن والتجويد والأحكام فأنتم تسأل كيف هو القرآن يعني يقرأ آية مثلا اليوم ولا صور من بعد ستة أشهر أو عام من بعد يعني يمكن يقرأ نفس الصورة يعني نفس الصيغة بعد بضعة أشهر قضاها بجامعة باب الزوار أتاحت له شركة سوناكوم فرصة الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار المنح التي كانت تمنحها شركة الوطنية للدراسة بالخارج انتقل الاهتمام إلى الهندسة الميكانيكية فكان أول تتويج من جامعة سنسيناتي بولاية أوهايو بشهادة مهندس شهر جوان 1979 شغف التعمق في هذا التخصص والشعور بنقص التكوين جعل البروفيسور يعزف عن فكرة الرجوع إلى الجزائر لينطلق في طرق أبواب عدة جامعات أمريكية فجاء الرد من جامعة أم آي تي لتبدأ قصة عشق جميلة بين كامال تومي وأعتد الجامعات الأمريكية وأشهرها عالمياً الإنسان اللي عنده الأفكار الجيدة يعني اللي تريبون زيدة هذه فكرة جيدة تخرج منها يمكن واحدة توصف فيها الفكرة واحدة أخرى يعني تزيد تسلح في الفكرة هذه واحدة تروح تطبقها يعني في ميدان خاص كذا كذا يعني يمكن يكون لك عندك خمسة ستة عشر والأكثر يعني هذون في النقطة واحدة هم يرجعوا للنقطة هذه يشوفوا يعني هذا الفكرة انتحة الفصل الأول من هذه القصة انتهى بحصول البروفيسور كامال تومي على شهادة الماستر في علوم الهندسة الميكانيكية شهر جوان واحد وثمانين ليدهش بعدها العالم في اختراعه لأسرع آلي في العالم وذلك سنة ثلاث وتمانين لينال على إثرها شهادة الدكتوراه سنة خمس وتمانين بأطروحاته في التصميم التحليلي والتحكم قوائل الثمانينات يعني المشروع بتاع الدكتوراه انتاعي كان على هذا الكونسيبشون وثاني الاناليز والسينتيز والفابريكاسيون يعني الصنع هذا الروبو رابيد هذا الروبو السريع هذا فكان يعني هو أكثر من كما قلت من قبل يعني من جانب السرعة كان يمكن حوالي عشر مرات أسرع من الروبوات اللي كانوا موجودين في تلك الحال ولكن من جانب المتاع الأكسليراسيون يعني كان أكثر يمكن خمسين مرة أكثر من وحتى يعني الماتيريو اللي استعملنهم يعني من الألومنيوم الكومبوزيت يعني حاجات اللي حتى في الوقت ذاك كانت متقدمة يعني ليفتح بعدها باب آخر للبروفيسور وهذه المرة في مجال التدريس والتكوين وعين أستاذا مشرفا على أبحاث الطلب على الصعيد العالمي إلى غاية يومنا هذا الموهلات العلمية التي يحوزها البروفيسور مكنته من أن يكون خبيرا ومستشارا للكثير من الشركات والمخابر العالمية في عديد براءات الاختراع في مجالات دقيقة جدا من علم الهندسة الإلكترونية إما منفردا أو بمشاركة علماء آخرين وهو حاليا مدير مشارك في مركز الطاقة النظيفة وعضو المؤسسة الوطنية للعلوم بواشنطن وعضو الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين كما نال العديد من التكريمات وحصد العديد من الجوائز وكرم جزاء لمجهوداته من طرف شخصيات عديدة من أمثال تيد كينيدي عضو الكونغرس الأمريكي وجون كيري وزير الخارجية الأمريكي السابق بل إضافة إلى تكريمات داخل وخارج الجزائر رغم ما توصل إليه البروفيسور كاميل تومي إلا أنه يتميز دائما بتواضعه وأخلاقه العالية وكذا فخره واعتزازه الجلي بوطنه الجزائر وبلغته العربية وبدينه الإسلامي فهو من رفع ذات يوم صوت الحق مؤذنا في أحدى كنائس بوطن وافتتح لقاءات عالمية بالذكر الحكيم في كثير من المحافل الدولية بسم الله الرحمن الرحيم القرآن والبحث فأنا كما قلت بالنسبة لي يعني ما نقدر نتصور يعني واحد يمشي لوحده هذا وكرم مؤخرا البروفيسور سنة 2013 بالجزائر ونالا وسام العالم الجزائري